اشتركوا في القناة جوار الراح في سبيل الله ما علم علم ما اذهله وما اذهشه وما اشدهه فامر رجالاته ان اذا ضفروا باسير من المسلمين ان يبقوا عليه حيا ويأتوه به وشاء الله جل وعلا ان يقع في الاسر عدد من المسلمين من بينهم صحابي جليل قد ادرك معنى العبودية لله عز وجل فتخلص من رفق المخلوقين فلا ترى الا وهو يصوم النهار ويتلو القرآن يقوم في جنح الليل ويستغفر بالاسحار فقليلا ما يهجع راقبوه فرأوا من تقاه ومن صلاحه وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما اذهشه ورأوا ان كسبوه لدينهم انهم حققوا نصرا عظيما وكسبا عظيما ذكروه لقيصريهم فقال اتوني به فجاءوا به فكان الخبر اعظم من الخبر وجاوزت المعاينة الخبر وما را انك من سمعك ما قيل نظر اليه قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الابطال فبادره قائلا اني اعرض عليك امراء قال ما هو قال انت تنصر فان فعلت خليت سبيلك واكرمت متواك فقال الاسير بانفة وحزن هيهات هيهات ان الموت لأحب الي الف مرة مما تدعوني اليه هيهات انها لقلوب خالطتها بشاشة الايمان ان تعود الى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الاغراءات ان لقلوب عرفت النور بحق ان تتدثر بالظلام مرة اخرى مهما كانت المغريات يفشل العرض الاول من هذا القيصر ويتحطم على صفرة الايمان لان هذا الرجل امتلأ قلبه بعبودية الله فلم يبقى في قلبه متسع لغيره في العبودية بدأ بالاغراءات فقال قيصرهم لو تنصرت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني يريدون ان يبيع دينه بعرض من الدنيا يريدون ان يصرف عن عبودية الله الى رق المركز الذي قال ما سال له لعاب كثير من الناس فضيعوا حقوق الله في سبيل نيله وباعوا دينهم بعرض من الدنيا هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فقال رضي الله عنه مرتسما في قيده اختأ عدو الله والذي لا اله الا هو لو اعطيتني جميع ما تملك وما تملكه العرب والعجم على ان ارجع عن دين محمد طرفة عين ما قبل الله اكبر يتحطم الاغراء بالمركز على صخور الايمان الشم لنفس ذلك الصحابي لماذا لانه طالب جنة ولا يمكن ان يغرى بما هو دون الجنة وليس بايديهم ما هو اعلى من الجنة ليغروه به فانا لهم ان يصلوا اليه انها سلعة الله غالية جد غالية مهرها بدل النفس والنفيذ لمالكها الذي اشتراها من المؤمنين ويم الله ما هزلت حتى يستامها المثلسون المعرضون الجبناء ويم الله ما كسدت حتى يبتاعها نتيئة وتأجيلا المعثرون المثلسون لقد اقيمت للعرض في السوق لمن يريد وقيل هل من مزيد فلم يرض لها بثمن دون حبل الوري عندها قال قيصره ردوه الى الاسر فردوه وطلب من حاشيته وبطانته الاجتماع فورا لتداول الرأي بطريق يكسب به هذا الفتاة ليكون من جند النصارى وحقا انه كسب وبعد المداولة استقر الرأي على ان الشهوة طريق مجرب ناجع صيفا به الكثير عن دينه ومبادئه وثوابته فلكم رأوا ولكم رأينا ولكم نرى من اناس يعبدون الشهوة ينفقون اموالهم في الشهوة المحرمة لتكون عليهم حزرة وبئس الانفاق يسافرون وراء الشهوة المحرمة وبئس السفر والركف يبيعون دينهم في سبيل الشهوة المحرمة وخسر البيع والنار حفقت بالشهوات وهم يتهافتون اليها وساء التهافت عباد شهوة وبئس العبيد قال قيصرهم ايتوني باجمل فتاة في بلادي فجيئ بملكة جمال البلاد كما يقولون واغراها بالاموال العظيمة ان استطاعت ان توقعه في الفاحشة لان الفاحشة طريق الى ترك دينه ولك ان تتصور اخي الحبيب لك ان تتصور ما حال هذا الرجل شاب في كامل فتوة ورجولته وشبابه وقوته وفوق ذلك غائب عن اهله منذ شهور وهذا عامل يجعلهم يتفائلون ادخلوها عليهم فتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على التجرد من الايمان ولا ذنب بعد كفر قامت تعرض نفسها امامه ثم ترتمي في احضانه فيهرب منها قائلا معاذ الله معاذ الله فتطارده ويتجنبها ويغمض عينيه خشية ان يفتن بها ويقرأ القرآن ويستعيد بالرحمن ولسان حاله ومقاله رب القتل احب الي مما تدعوني اليه وان لا تصرف عني كيدها اصدو اليها واكن من الجائين تتابعه من جهة الى جهة وهو يستعيد بالله الذي من امتلأ قلبه الا بعبوديته حتى يأسك منه نقلة الاخبار على الباب لشياطين الانس ينتظرون خبر فتنة ذلك الصحابي ووقوعه بالفاحشة لينقلوه الى الافاق شماتة بالاسلام واهله واعلان الانتصارهم في صرفه عن دينه ولعل غيره يتبعه في ذلك حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا واذا بها تصيح اخرجوني اخرجوني فاخرجوها قد تغير لونها فشلت مهمتها كرتها خاترة عاهرة باجرة سألها من عند الباب من نقلة الاخبار ما الذي حدث هاتي البشرى يريدون ان يطيروا بالخبر قالت والله ما يدري انتا انا ام ذكر والله ما ادري ادخلتموني على حجر ام على بشر الله اكبر الاغراء بالشهوة يفشل امام عبودية الله التي ما تركت متسعا لغيرها في قلبه كيف يرضى طالب الحور العين بعاهرة فاجرة ولذة قد يعقبها الهاوية كيف يرضى وقد وعد بمن لو طلعت احداهن الى اهل الارض لملأت ما بين السماء والارض ريحا ولأضاءت ما بينهما كيف ونصيفها على رأتها خير من الدنيا وما فيها كيف وقد وعد بمن ينظر الى وجهه في خدها اصفى من المرآة كيف وقد وعد بمن ادنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب كيف وقد وعد بمن يكون عليها سبعون ثوبا ينبذ البصر حتى يرى مخساقها من وراء اللحم والدم والعصب والعظم كيف وقد وعد بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خاب من باع باقيا بفان خاب من باع الجنة بما فيها بشهوة سعر هنا يقول قصرهم اذا اقتلك انتقل الامر الى التهديد وانا لمؤمن امتلأ قلبه بعبودية الله ان يخشى تهديدا دون نار جهنة انه هارب من النار وما هناك تهديد بما هو اعظم من النار فكل تهديد دون هاوى الأشك قال رضي الله عنه انت وما تريد افعل ما بدالك فامر بصلبه ثم امر برميه باستهام قرب يديه ويجليه وهو يعرض عليه اثناء ذلك ان يرتد عن دينه فيأبى فيطلب منهم قصرهم ان ينزلوه عن خشبة الصلب لينوّع التهديد عليه علّه ان يدينه فيدعو بقدر عظيمة ويصب فيها الزيت ويوقد تحتها النار حتى اصبح الزيت يغلي ثم يأتي بأسيرين من اسرى المسلمين فيلقيهما في القدر امام عينيه فاذا بلحمهما يتفكت وعظامهما تبدو عارية منظر فضيح بشع وحشي ظن انهم به وصلوا الى قلب هذا الصحابي والى بغيته منه التفت القيصر الى الصحابي وعرض عليه النصرانية فكان اشد ايباء منذ قبل فلما يأس منه امر به ان يلقاه القدر مع صاحبيك فلما ذهب به دمعت عيناه فظنوا انه قد جزع وسيرتد عن دينه فعرضوا عليه النصرانية مرة اخرى فابى قال ويحك فما ابكاك قال ابكاني ان قلت في نفسي انما هي نفس تلقى الآن في هذا القدر فتذهب وقد كنت اشتهي ان يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر انفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله لا اله الا الله والله اكبر ويا لها من قلوب امتلأت بخشية الله وعبودية الله فلم يترك فيها فراغ لوعد او وعيد دون الجنة او الجحيم عندها ردوه الى الاسر ووضعوا معه خمرا ولحم خنزير ومنعوا عنه الطعام والشرار وبقي ثلاثة ايام يراغب عله ان يأكل لحم خنزير او يشرب من الخمر فلم يفعل وانثنت عنقه رضي الله عنه ارضا مالت عنقه من شدة الجوع والعطش واشرف على الهلاك فاخرجوه وقالوا له ما منعك ان تأكل او تشرف قال اما ان الضرورة قد احلت لي ذلك ولكن والذي لا اله الا هو لقد كرفت ان يشمت امثالكم بالاسلام واهله لسان حاله فيا ايها الكون مني استمع ويا اذن الدهر عني فهمي فاني صريح كما تعلمين حريص على مبدأ القيم ومهما تعددت الواجهات فلست الى وجهة انتمي توا قبلة المصطفى والمقام لاروي الحشاشة من زمزمي واشهد من دب فوق الترى وتحت السماء عزة المسلم يا لها من كلمة كرهت ان يشمت امثالكم بالاسلام واهله هذه الكلمة اهديها الى احبتنا الذين يخجلون من مواجهة الناس بالتزامهم تجده يوم تلاحقه اعين السفهاء بالهمس والغمس واللمس يمشي على خجل وعلى استخياء يتوارى من القوم ليشمت غيره به ان حامل الحق يجبر غيره على ان يخجل منه او يموت بغيظه فلينتبه لذلك وليقول لسان الحال انا مسلم واقولها من الورى وعقيبتي نور الحياة كرهت ان يشمت امثالكم بالاسلام واهله فقال له القيصر معجبا بثباته ورشده وقوة عقله ولبه هل لك ان تقبل رأسي فاخلي عنك وكانوا لا يعيشون لانفسه قال وعن جميع اسر المسلمين قال وعن جميعهم فقال يسائل نفسه عدو من عداء الله اقبل رأسه ليخلي عن اسر المسلمين لان لا يفتنوا لا ضير في ذلك فقبله فاطلق له الاسر واجازه بثلاثين الف دينار وثلاثين وصيفا وثلاثين وصيفا كما روى ابن عائث في السير للذهبين وقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأسر المسلمين ثابتا كالقود الشامخ يطأ بأخمصه الترى وهامه توازي الترية وأخبر عمر الخبر فسر أعظم السرور ثم قام فقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسك رأس من لا أظن أحد يجهل مثل هذا الرجل إنه عبد الله بن حذافة السحمير رضي الله عنه وارضاه شامة في جبين التاريخ وغرة في جبين الزمن أحبتي في الله لا يملك الإنسان أمام هذه المواقف التي تقف لها الهام إلا أن يقول إنها النفوس المؤمنة يوم تجاهد في سبيل الله لا في سبيل قوم ولا في سبيل نفس ولا في سبيل وطن بل في سبيل الله لتحقيق منهج الله في أرض الله في سبيل الله لتنفيذ شرع الله على عباد الله ليس لها لنفسها حظ بل كلها لله الواحد القحار لا يخافون لوم تلائم وفيما الخوف من لوم الناس وقد ضمنوا حب وعبودية رب الناس إنما يخشى الناس ولومهم من يستمد حركاته وسكناته ومقاييسه من أهواء الناس فهو أرضي طيني دوني أما من يعود إلى موازين الله ليجعلها فوق كل الموازين فما يبالي بأهواء البشر وشهواتهم وقيمهم لا يبالي بما يقولون ولا بما يفعلون ولا بما يتوعدون إنها سمة المؤمنين المحبين لله ورسوله أرط مئنان إلا الله يملأ قلوبهم فهل لا أعددت نفسك لتكون من أمثال هؤلاء فإن الينبوع واحد وإن المورد واحد وإن النهر واحد ما أخذوا منه أن تتأخذوا منه تباة على المبادئ وصدق مع الباري وإخلاص في الظاهر والخاف سماويون لا أرضيون لا دونيون لا طينيون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذي الفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر